طبعا عايز أبدأ معاك بالاستطلاع الرأي اللي احنا عملناها على النمسا ميديا في خلال الفترة اللي فاتت وهو السؤال كان هل ترى أن يجب أن تزين بعض شوارع فيهننا في رمضان وأن ذلك يعبر عن الإسلام السياسي الحقيقة استطلاعات الرأي 77% بيقولوا نعم و 17% بيقولوا لا وفيه 6% بيعتبرون ده بيعبر عن جماعات الإسلام السياسي تعليق حضرتك على الاستطلاع الرأي دي تحيات ساذا نضوح وشكنا لك مرة أخرى يعني بصرحة نحن أطلقناها بإنفوغرات هذا الاستطلاع حاولنا نسأل الناس يعني باعتبار الموضوع أثار بعض الجدل في الأسبوع الماضي حاول عندما اقترح سيد هاكان من حزب سوز حزب المهاجرين هنا في فيينا أنه يجب يعني تزين أو يريد تزين بعض شوارع الحية العاشر ففوريتا يعني بزينة رمضان ببعض الإضاءة أهلا رمضان يعني على نموذج أعتقد فرانكفورت أحد مدن فرانكفورت قامت أو فرانكفورت قامت بتزين إضافة للندن يعني بهذا التزين وفي بعض البدن الأوروبية اللي ربما لا نعرفوها الشعب يعني حاولنا نسأل الناس ما وارف قديش أشخاص شاركوا بالاستطلاع تقريبا قرب 370 فرانكفورت 370 يعني فينا نقول أنه لا يقل عن 250 شخص من هدول ال77% يروا أنه يجب تزينه 12% قالوا أنه لا يجب تزينه 6% أنه يروا هذا شيء من الإسلام السياسي يعني أنا هذا الاستطلاع أقرأه بأنه يجب بشكل أو بآخر احترام الأقليات الموجودة في المجتمع ولو بشكل رمزي يعني أنا لست مع التزين ولست ضد التزين في نفس الوقت يعني ولكن هو عبارة عن شيء رمزي ربما يساهم في السلم المجتمعي السلم الأهلي وليس له علاقة بيعني عفوا ببوليتش إسلام سياسي وهال المصطلحات اللي بيطلعون فيها يعني طب ليش إحنا لما بأعياد الميلاد والكذا بيقوم بتزينه هم نقول هذا مسيحية سياسية يعني بصراحة وبغض النظر النمسا دولة علمانية وليست دولة دينية ذات أغلبية مسيحية ثم مسلمة ثم يهودية وباقي الأعراق الأخرى طب لماذا لا يتم يعني تقدير بشكل أو بآخر بدون تسييس هذا الشيء يعني صراحة حزب الأوفا بي الحزب الأف بي أو سيدة سوزان الراب وزيرة الاندماج جميعهم بالغوا بهذا الموضوع قالوا لا نريد يعني إنتاج مجتمعات إضافية موازية لا نريد يعني وضع رموز لجماعات مسلمة إسلامية معينة وهذا يعني صراحة مبالغة هذا يمكن الخوف من استغلال الموضوع بشكل أو باغر يمكن النية سليمة بس ممكن أنت عارف فيه ناس بتستغل المواقف دي لحاجات تاني يشوه المعنى الأجمل في الموضوع ممكن ولكن هذا الشيء يعني قابل للسيطرة يعني أنا قصد حتى لا نطيل في الموضوع لا يجب المبالغة به ويجب احترام رأي يعني مجموعة ما من الأشخاص يعني 77% 250 شخص يعني حتى لو هذا الاستطلاع يعني واصل أكثر للناس بالنمسا بتصور هذا الرقم كان حيكون أكبر يعني حيكون أكبر ولكن مع الأسع في سبب سياسة الفيسبوك القمعية الأمور صارت عم توصل لعدد قليل كتير من الأمر تصدر